اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز المستمعين وأسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين نفتح حافظ التواصل معكم لاستقبال يا رائكم ملاحظاتكم واختراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فحياكم الله معنا في البداية نرحب بلخطة ميرا لخفلي معنا في التنسيق ومعنا في الاخراج دائما المبدع ناصر السليمي هذه تحياتي محجزكم حمود جوسف العلي وصبحت الله بالخير دكتورة لش تضحكين يا الله صباح الله خير أنساك أتراياك تنسى اسم ميرا بعد الإجازة أنساك دا كلام صبح عليكم بالخير في يوم الأحد اللي حبك كل أحد بداية أسبوع يديد نمتذيب طاقة إيجابية وابتسامة كبيرة وسيعة شي عشان يكون يومنا جميل ويحقق اللي إحنا نبا ونذكركم برقامة تواصل على 600-55-14-14 والرسائل النصية القصيرة على 400-06 وموجودين لايب عن نورد باين الانستجرام حياك الله محمود معنا من جديد افتقد نكسرعه في البرنامج الكل كان يسأل عنك كل يوم أول واحد ناصر واضح أنا من دخلت يعني من الصدمين فيني كنتو من الفرحة من الفرحة هي مو بالنمر السيبيري ما أكلني فيه أرساد نوردبي يوصل لين سيبيريا؟ ماحد أصلا مواشي انترنت مثل الناس كان هناك يعني عموما حياكم الله معانا فقراتنا متواصلة معاكم مثل ما أنتم متعودين دايما نبدأها بوسائل التواصل الاجتماعي اللي مناخذ آخر المستجدات عبر هذه الوسائل مع الزميلة أسمى الجناحي صبحت الله بالخير أسمى صبحت الله بالنور وسرور أخي محمود وكل المستمعين ما شاء الله نحن الأسبوع العطلة هاي كانت حافلة بالفعاليات من ضمنها فعالية اضبطي يقاع قلبك الفعالية هاي مخصصة للنساء أغلب الأشخاص يعتقدون أن الرجل هو من يعاني من أمراض القلب أو من نسبة أعلى لكن الحقيقة أن هي المرأة التي تعاني من هذا وهذا بسبب الأشياء الثانية الجانبية من ضمنها ضغط الدم السكرية هالأشياء غالبة هي معروفة موجودة أكثر عند النساء وهاي تؤدي إلى أمراض القلب للأثر أن أمراض القلب هي سبب الأول للوفاة في العالم فنحن نحن نتعاون مع موجودة الفطين في مجموعة من مراكب التسوق التابعة لهم نحن نسوي فحص مجاني للنساء مع استشارة طبية بعض الأشخاص إذا كانوا محتاجين لتحويل طبي يتم تحويلهم وائد أشخاص يكونوا مصابين بوائد أمراض بس ما يعرفونها أو يكتشفونها صدفة صحيح فهي من ضمن الأشياء اللي نحن نسوي لنا والسبوع العطلة نهاية السبوع القادمة بنكون في ديرا ست سنتر هذا بالنسبة لحبة أفضل إيقاع قلبك أيضا مضمن الأشياء اللي كنا نحطينها النصائح العام اللي نحطينها قلوات التواصل الاجتماعي لأن يوم أمس كان يوم العالمي لمرض سرطان الغذب للمفاوية فكنا نحطين مثل فيديو تعريفي عن المرض أسبابه أعراضه وكيف الأشياء الموجودة في هذا المرض نعم ونختمها برسالتنا الصباحية لتكون بداية أسبوع عملك أكثر قوة فعليك أن تجعلها أكثر تنظيما نظم عملك رتب مهامك وبدأ بإنجازها الآن وجمتهم صحة وسحاته شكرا لك يا أسمة شكرا جزيلا إذن يعني ما أدري إني يمكن حسب آخر دراسة قريتة دكتور أن الرجال يعانون من أمراض القلب أكثر من النساء لا أنا أثق في دراسة أسمة لا 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 الدراسة هذه كانت السنة الماضية آآ أوكي أنزين وقريناها مع بعض بعد بس أظن لست أسمة واحد في قاتع بسبب السكري وسلب الرجل الرجل يعطي المرأة هارتتاك صح؟ واحد من أسباب الأمراض القلبية عن المرأة من كثير ما تحن الريال على الريال سوا 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 هاد هاد هاي فأش اسم قلبها يتعب حليلها هاي مو بقلب الريال هو اللي يتعب ريال 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 ما يحنه ما شاء الله عليك ترى أقول لك الحنة ترى هي اللي تيب لا مولي يحن عليه إلا يحن ما دري زين عموما دراستنا اليوم تقول اكتشاف الدماغ قد يخلص الملايين من آلام الأعصاب المزمنة اكتشف العلماء مركزا جديدا للألم في الدماغ قد يتمكنون من إيقافه لتخفيف الألم الناتج عن حساسية الأعصاب المزمنة ويعد الألم العصبي أحد أصعب أنواع الألم المستمر في العلاج لأن معظم مسكنات الألم لا تستهدف المستقبلات الصحيحة له وبذلك تكون أخف لمسة مؤلمة للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة وبعد إصابات الأعصاب تتوقف أدمغة وأجسام بعض الناس عن التواصل بشكل مناسب واكتشف العلماء في مستشفى بوستن للأطفال حلقة دماغية عادة ما تتميز أو عادة ما تميز ما بين الإحساس بالألم وأحاسيس اللمس الأخرى ولكنها تتعطل بعد إصابة الأعصاب يأمل العلماء أن تؤدي نتائج الدراسة التي توصلوا إليها إلى فتح زاوية جديدة للعلاج ويمكن أن تساهم في تفسير كيف تساعد تقنيات العقل والجسد الناس في بعض الأحيان في إدارة ألامهم طبعاً محمود لو كان الموضوع الألم نفسه تلاقي الناس دائماً من القدم تدور طرق عشان تتخلص من الألم ليه؟ من العلاج الشعبي للأدوية للإبارة الصينية وغيرها موضوع ما تخفف الألم ما تعالج الألم نفسه تخفف الألم سبحان الله الإنسان ما يكون بالألم عنده ألم تحس دائما عنده ألم يقولك أحس عملي كأنه وحيد لأنه هو وحيد اللي يحس فيه بمقدار الألم الحين من فترة قامت دراسات تركز ليس على اكتشاف أدوية تخفف من الألم لكن على معرفة مصدر الألم وتسكيله من المصدر لأن مثل ما أنتم تعرفين كل الأحاسيس والمشاعر المختلفة اللي هنحس فيها لها مستقبلات معينة في الدماغ يعني التذوق نحن لا نتذوق فعليما لما نتذوق شيء حلو أو شيء مالح فهذا يروح لمستقبلات معينة في الدماغ تعطينا إحساسا أن هذا الشيء مالح أو حلو نفس الشيء للألم الحين دراسات تركز على معرفة مصادر الألم أو مراكز الألم لمختلف أنواع الأعراض وهذا يعني تركز عليها الدراسة أنه يستوي مركز المستقبل للألم والمركز المستقبل للأحاسيس الأخرى قاعد يستوي بينهم مثل يقول خربطة في بعض الناس عندهم اصابات الدماغ فحتى اللمس يحفز عندهم مركز الالم ومحمود ترى لانه وايد دراسات طلعت بعد مؤخرا غير انه مثل في الحالات انه مستقبلات الالم فهي حالات حساسية العصاب ما تكون تعمل بشكل سليم او الادوية ما ترتبط بهالمحسسات لكن ادوية الالم نفسها على مدار السنوات قال يطلع انها وايد على الجانبية تأثر عمل الكبد والكلة وغيره وفينا استدمان عليها فصار التوجه الحين مختلف ما نيبدوه اقوى لا ان الشغل على مراكز الالم طيب دائما اذا عرف السبب بطولة العجب انا اريد اعرف السبب الحين سبب شو اذا ناصر السليمي يالس علي مينت وانا يالس علي سارت والانستجرام هني وميرا بعد هناك برا انت ترمسين منوه هناك تطالعين وياسة تسولفين عشان ارعار فركز مع فركز تتفويوكم طيب انا بعطيت فاصل تركزين فيه شكرا بعد الفاصل ان شاء الله مستمعينا بيكون عندنا او بتكون عندنا مجموعة من الفقرات الجميلة ان شاء الله نتعرف على مسابقة افضل بحث علمي احتفاءا بعام زايد وايضا عندنا بعض طرق الوقاية في المجتمع اللي تم استحداثها من خلال ادارة جديدة كل هذا ما نتعرف عليه بعد الفاصل فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة اخرى مستمعينها كرهام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا على 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستجرام اطلقت هيئة الصحة بدبي مسابقة افضل بحث علمي عن الانجازات الصحية والطبية في عهد المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان علينهيان وذلك ضمن سلسلة المبادرات التي تتبنى الهيئة تنفيذها بمناسبة احتفاء الدولة بذكرى طيب الله ثرى الشيخ زايد بن سلطان علينهيان والتي اجتملت على العديد من المحاور المتصلة بفكر حكيم العرب وايضا توجهاته واهتماماته خاصة العلمية والثقافية وتهدف الجائزة التي جاءت متسقة مع طبيعة عمل الهيئة الى تسليط الضوء على الانجازات الصحية التي تحققت في عهد الشيخ زايد رحمة الله عليه واظهار مده اهتمامه الخاص بصحة الانسان وسلامته ومصاحب ذلك من انتشار سريع للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية في ربوع الدولة وتطور المنشآت الطبية بوجه عام اضافة الى دوره واسهاماته المتعددة في بناء المستشفيات والمؤسسات الصحية المنتشرة في مختلف دول العالم ايضا هذه الجائزة الدكتورة تهدف الى اثراء المحتوى العلمي في المؤسسات التعليمية والاكاديمية بابحاث متخصصة ممكن انها تلبي احتياجات الاكاديميين والباحثين والطلبة من الدراسات المتخصصة وكذلك ممكننا تساهم في تنويع مصادر المعرفة نحن نتكلم عن هذه الجائزة وتفاصيلها عبر الهاتف معانا الاستاذ خالد الجلاف مدير ادارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هذه الصحة في دبي صباحك الله بالخير صباحك الله بالنور وقيم حمود وحمد الله على السلامة الله يسلمك ويطول عمرك يمكننا من منغولية اول شيء توتحت الفاصل انا ما خلصت من ندا وناصر المشكلة فيه اشيه بس ما ادري اذا تم شيء من الصوغة احب بيقول ما فيها صوغة احب بيقول منغولية ما فيها صوغة لا لا فيها والله فيها هو مشكلة انه رمس في الانستجرام وروانه وين سار بعد يعني هذه بعد ميرة بعد دشت على الخط عموما الويكن ساير قرقستان هناك بعوضكم عن هاي السفرات الله يسلم طال عمرك نتكلم عن فكرة الجائزة واهدافها وشروط الدخول في هذا السباق اذا انصح التعمير وسمينا سباق بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ضمن انشطة المؤسسات عموما في دولة الامارات الاحتفاء بمئوية المغفور للمؤسس صاحب الرسمو الشيخ زايد من سلطان آل انهيان طيب الله ثراه الهيئة هيئة الصحة في دبي نظمت العديد من الانشطة والفعاليات ضمن محاور مختلفة وضمن المحور الثقافي كانت هناك المسابقة اللي تشجع الباحثين والعاملين في القطاع الثقافي انهم يعني الفون في مجال قريب من مجال عمل هيئة الصحة اللي هو يعني ارث زايد في المجال الصحي ومجال الطبي كما نعرف يعني انه دولة الامارات اليوم اصبحت قبلة للمرتادية او محبية العلاج في من الدول المجاورة وهذا لم يحصل الى نتيجة جهود بذلها المغفور للشيخ زايد منذ ان استلم الحكم في او كان ممثلا للحاكم في مدينة العين وثم تسلم مقاليد الحكم في امارة ابو ظبي واستمر الامر معه في دولة الامارات العربية حيث رأينا الطفرة والنهضة الصحية التي اجتملت كل الامارات من ابو ظبي الى الفجيرة الامر لم يقتصر ايضا على الامارات انما اقتصر على كثير من الدول العربية والاسلامية والصديقة التي لم يقصر المغفور له ابان حياته ان يقدم لهم العديد من المنشآت والاجهزة والمعدات وكذلك اليوم ابناء يسيرون على نفس النهج في دعم القطاع الصحي في تلك الدول بكل ما يحتاجون من دعم مادي وتقني وايضا كوادر وايضا ادوية وغيرها من هذا الامور هذا الامر هذا الجهد الذي بدله المغفور له يعني كنا نحاول ان نسلط عليه الضوء من خلال تشجيع الكتاب والباحثين انهم يكتبون في حول موضوع الدور زايد رحمة الله عليه في الطفرة الصحية التي نعيشها وكذلك دعمه للدول الصديقة والشقيقة وغيرها من المؤسسات في العالم التي لم تقصد دولة الامارات اما شروط هذه المسابقة فهي يعني ان يكون باحثا تنطبق عليه شروطا ان يكون باحث يكتب بكتابة بحثية تنطبق مناهج البحث العلمي على البحث المقدم ان لا يزيد البحث عن ثلاثين الف كلمة ان يعني يكون متفرد في اسلوب طرحة ان يكون اضافة الى الموجود في هذا المجال مجال الكلام عن زايد ودوره في القطاع الصحي وتخضع المشاركات الى لجنة فرز لتقييم المنتج المقدم ومن ثم لجنة التحكيم التي تحدد الفائزين الاول وهناك جائزة مقدرة لهم ثلاثين الف درهم والثاني خمسة وعشرين الف درهم والثالث عشرين الف درهم ومن ثم ستقوم الهيئة بطباعة هذه البحوث وإتاحتها للمكتبة الثقافية والتخصصية في دولة الامارات وخارج دولة الامارات جميل أخوي خالد متى بيتم الكشف على الفائزين ومتى بيتم تكريمهم أولا قبل ما أقول عن متى بيكون تكريمهم آخر موعد تقديم البحوث والدراسات هو أربعة عشر أكتوبر القادم إن شاء الله وسوف يتم الفرز في نهاية أو تحكيم نهاية نوفمبر بإذن الله تعالى وسوف يعلن عن وتكريم الفائزين في الحفل الختام الذي تنظمه هيئة الصحة أيضا في شهر ديسمبر ضمن احتفالات الدولة واحتفالات الهيئة في اليوم الوطني سوف يكون أيضا هناك حفل بإذن الله تعالى لختام أنشطة عام زايد في الهيئة وسوف يتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم بإذن الله تعالى جميل لو تعرفنا أستاذ خاد عن مجالات التنافس في الجائزة هذه المجال هو كل ما له علاقة بتسليط الضوء على دور زايد في القطاع الصحي والطبي يعني إحنا ما حددنا مجال محدد إنما هو شمولية القطاع الصحي وشمولية القطاع الطبي في دولة الإمارات يعني يتحدث الإنسان عن بداية تاريخية يتحدث عن تطور الخدمات الطبية ثم يتحدث عن تنوع الخدمات الطبية والصحية ومساهمات وأيضا عمليات المشاركات الخارجية وتأثيرها يتحدث إذا هو يريد أنا ماريد أوجه للبحث إنما كل ما له تسليط ضوء على يعني ممكن واحد يأخذ مثلا آثار الاهتمام الصحي في عهد زايد على تحسين نمط الحياة الصحي مثلا هذا المجال وحضرتك أفهم مني في هذا المجال يعني إذا نأخذ مؤشرات الأداء اليوم ونقارنها مع بداية الاتحاد سوف نجد التطور الكبير الذي طرأ على حياة الإنسان وعلى صحة الإنسان في دولة الإمارات وفي دول كثيرة يعني الإمارات اليوم تشارك بفضل الله ثم بجهود أبناء زايد في القضاء على شل الأطفال في باكستان مثلا لو تسلط الضوء على جزئية يعني هذا مجال مفتوح لإبداع الباحث وإبداع الكاتب جميل أنا هنا أبغي أسأل بعد كذلك يعني عن بعض التفاصيل اللي قد تطرأ على ذهن المستمع اللي ممكن يسمعنا وحاب أن يشارك في هذه المسابقة عدد الصفحات أو الكلمات اللي ممكن الواحد يقدم فيها البحث نعيد نذكر كذلك بأيضا الجوائز اللي ممكن يحصلها من خلال هذا البحث وتطرقت للمجالات ولكن خلنا نتكلم عن تفاصيل أكثر ممكن أنه تهم الباحث الذي يود أن يشارك في مسابقة أفضل بحث علمي احتفاءا بعام زايد أولا الأمر متاح لكل مواطن وكل مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا واحد شيء الثاني أن لا يزيد البحث عن 30 ألف كلمة شيء الثالث أن يكون المجال لا يزيد لا يقل عن كم لا يزيد لا يقل هذا يعني متروك للكاتب يعني نعم كل ما أقل ما رح أقدر أحدد يعني ممكن الواحد يكتب قليل ولكن يكون مكثف ويعني قيم في المعنوات نعم قيم نعم هذا متروك أيضا للجنة الفرد ثم لجنة التحكيم يعني لتحكيم أن ما يكون البحث هزيل يعني أن يتناسب وقامت المغفور له الشيخ زايد ويتناسب وما قدمه من جهد ومن عطاء في مجال تطوير القطاع الصحي يتناسب والنتائج التي يعني حصلت خلال الفترة الماضية من يعني من عمر دولتنا الفتية الأمر أيضا قلنا لكل ما له علاقة بالقطاع الصحي في دولة الإمارات وفي أيضا لا يغفل أيضا الأدوار التي قام بها المغفور له بدعم الدول الشقيقة والصديقة أيضا هذه مجالات البحث وهذه يعني بعض الشروط البسيطة قلت لك يعني الأمر متروك للجنة فرد ومن ثم لجنة تحكيم متخصصة ولا أنسى أن يعني ينوه أنه هذه المسابقة تأتي بالتعاون مع ندوة الثقافة والعلوم في دبي اللي أيضا مشكورين راح يقومون يعني يساعدوننا في مسألة حيادية التقييم وحيادية التحكيم بحيث أنه نضمن أنه البحث أخذ حقه من المراجعة وأخذ حقه من التقييم لاختيار الأفضل خصوصا أنهم لهم باع طويل في مجالات البحوث والمسابقات يعني عندهم كثير من المسابقات التي يشرفون عليها أنا هنا أريد أن أضيف بعد ما أدري إذا أخذوه برأي المتواضى بعد زين لأن أكثر شغلة أخوي خالد يعني يفرح بها الباحث هي عملية أن بحثه يتم طباعتها وتوثيقها في كتاب الناس ممكن يطلعون عليه ممكن يأخذونه فأنا يعني أوجه مش بس البحوث الثلاثة اللي بتفوز ليش كل البحوث اللي شاركوا فيها وكذا ممكن أن يتم طباعتها أو ممكن أن تكون متداولة من قبل لجناتكم الموقرة وأيضا أرفاقها على الأقل حتى لو كانت نسخة إلكترونية إلى موظفي الهيئة والعمل ومن اللي حاب يطلع على هذه الأبحاث بعد عموما نسيت أذكر أنه من ضمن المشروط أن لا يكون البحث تم مشاركة في مسابقة أخرى وأن يقدم حصريا لنا حتى المشاركة فيها لكن الفكرة التي ذكرتها أخوة محمود فكرة جميلة نترك الأمر لتوصية لجنة التحكيم مثلا إذا رأت أن هناك بعض البحوث أيضا مثلا قلنا ثلاثة لكن طلع خمسة أو ستة منها قيمة جدا هنا نشوف اللجنة تطبع ثلاثة وتنشر البقية إلكترونية لا تنسى اليوم عندنا مكتبة راشد الطبية فيها مكتبة إلكترونية قد نتيح البحث هذا ضمن البحوث الموجودة في مكتبة راشد الطبية الإلكترونية وقد نجد لها حلول أخرى إن شاء الله بإذن الله وأن نتيح ليس فقط أحنا ليس هدفنا أن نتيح لفئة مختصرة من الفئات المجتمع اللي هم موظفيها إنما نتيح للباحثين نتيح للجامعات نتيح هذه البحوث للقراء فطباعة البعض منها ثلاثة ليس عدد قليل أن تطبع ثلاثة بحوث حول موضوع واحد ولكن إتاحة الجيد منها أيضا إلكترونيا أيضا هذا رح يبقى دائما موجود أي واحد يبحث من اليوم إلى السنوات القادمة يبحث عن إنجازات زايد في القطاع الصحي رح يجدها متوفرة عبر الإنترنت وعبر بعض المكتبات اللي رح نزودهم به إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله مجموعة من الإجابات ولكن تدري يعني البعض ينتظر إلى آخر لحظة ولا تنسى أيضا معرض الكتاب كتاب الشارقة قريب جدا هناك البعض منهم يعني يشتغل على كتابين في نفس الوقت البحث اللي بيقدم لنا ويبغي يلحق أيضا أن يخلص كتابة حق معرض الكتاب يعني ولكن الوعود كثيرة وإن شاء الله إن نضمن أن نحصل على بحوث قيمة تستحق أن تنشر وأيضا يستحق مننا المغفور له أن يعني أن نخلد ذكراه في هذا المجال من خلال كتب وبحوث تنشر وتطبع في هذا المجال طيب هنا بالنسبة للهواء أخوي خالد أنا سامحني طولت عليك أدريبك مشروع هذا بس بالنسبة يعني بعض الهواء اللي هو يعني يكون عنده عند الملكة وعند أساسيات البحث العلمي ولكنه مش محترف لأنه في كثيرين هناك محترفين خصصوا لهم شي بعد شوف إذا تقدر سوغلهم شي بهذا المجال تكون مثل تشجيع لي ما أدري يمكن حصل إن شاء الله مستقبلا بذرة جيدة لباحث أكاديمي قوي في هذا المجال أنا سأقترح على الهواء سامحني أنا أقترح على الهواء بالعجل أنا رئيس لجنة ولكن عندي أعضاء لجنة نطرح هذه الفكرة عليهم إن شاء الله إذا استحسنوها نرفع الموضوع إن شاء الله ونشوف شو ممكن يقدم لهم يعني إذا كان لكن لأن هذا قرار الثلاث جوائز وهذا تأخذ من خلال لجنة واعتمد من قبل معالي حميد القطامي مدير عام الهيئة فلذلك إذا نغير لابد أن نرفع الموضوع لأن فيها لا يقصر لا يقصر إن شاء الله بإذن الله لكن لابد أن أول في البداية نطرحها على اللجنة ومن ثم نرفع الموضوع للاعتماد من قبل القيادة العليا أنا سامح تعرف أن أحب هذا البجال وأحب تأتي على بالي أفكار وانا ياسس أسمع وتخيل الجزو يا رايحة وتخيل شاركنا والله يتمنى والله يتمنى بس ومسافر ومسافر قفشتان يكتب في الطيارة وإينا رومانا وأنا مسافرتين مني حصلوا أكثر قد فيها نعم إذاكم الله خير مشكورين على هذه الفكرة الطيبة وإن شاء الله يا رب موفقين فيها ويعطيكم دائما مبدعين في أفكاركم شكرا الله يخليك بالعكس أخي محمود الله مشكورها دكتورة شكرا نهارك سحيد سيد خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة في دبي كان يكلمنا عن مسابقة أفضل بحث علمي احتفاءا بعام زايد هذه دعوة لكم مستمعين للمشاركة في هذا البحث وأنا لما طرحت هذه الفكرة لأنه بالفعل يعني هي مش كلمة مجاملة أو شيء ولكن لأن معالي حميد محمد القطامي مدير العام لهيئة الصحة في دبي هو رجل مثقف جدا داعم لكل الفعاليات الثقافية والفعاليات التعليمية والفعاليات التي يعني ترسخ مبادئ البحث العلمي بشكل كبير وما نقول يعني الله العالم أنه ما نقولها نحن رياء والمحابالي ومجاملة لهذا الرجل ولكن لأنه بالفعل هو بهذا الشكل فلما طرحنا هذه الأفكار ما أعتقد أنه إن شاء الله من يرفعونها اللجنة إن شاء الله بيوافق عليها وإن شاء الله تكون يعني إذا وصلتنا أخبار أنه فتحوا مجال للهوى أنهم يدخلون في هذا المجال بالعكس هي إضافة طبعا تكون لأنه يعني في النهاية منهم منه ما يقدر يتكلم عن الشيخ زايد رحمة الله عليك أكيد يعني 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 تربى على مقولات الشيخ زايد كلها يعني والله ما فيها من الحكم اللي تخلد للتاريخ بالضبط مو بس تاريخ دولة الإمارات لتاريخ العالم العربي والإسلامي ككل أكيد لأن لأنه شخصية عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى واللي بيسوي هالبحث هو بيستفيد في البداية والأخير لأنه بيتعمق في حياة زايد الله يرحمه وبيطلع بفواد وحكم أكثر بكثير من اللي احنا نعرف على الصدح فقط عموما نحن نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله عندنا دكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة في دبي ما نتكلم معاه عن هذه الإدارة الجديدة وكل التفاصيل اللي شاسما رح تساهم فيها هذه الإدارة في رفع مستوى الوقاية والوعي الصحي في المجتمع فاصل وراجعين صحة وسعادة موسيقى ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم مرنامج صحة وسعادة أذكركم برقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإستجرام مثل ما كنا نقول قبل ما نطلع الفاصل بنتكلم عن موضوع جميل وهو عن كيف هيئة الصحة تعزز طرق الوقاية في المجتمع بإدارة متخصصة حيث حرصت هيئة الصحة بدبي على تعزيز كل وسائل تلمية وعي المجتمع بقضايا الصحة لا سيما ما يتصب هذه القضايا من المشكلات صحية وذلك بما يصب في أهداف الهيئة الرامية إلى رفع مستوى الوقاية من الأمراض في أوساط المجتمع وجاءت خطوة الهيئة الناشئة في هذا الشأن بتضمين هيكلها التنظيمي الجديد إدارة متخصصة وهي إدارة حماية الصحة العامة التي بدأت إسهاماتها المباشرة في تنفيذ خطط وبرامج الوقاية من الأمراض ونشر ثقافة الأنماط الصحية بين أفراد المجتمع يسعدنا لحديث عنها الملف المهم وهو ملف التدقيف الصحي معنا في الستوديو الدكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة حماية الصحة العامة في أئة الصحة صباحة ورد دكتور بدرية صباحة نور وسرور دكتورة ندى وصباحك خير محمود وعلى جميع المستمعين مستمعين قناتنا المتميزة إذاعة نور دبي وعبر برنامجنا المتميز السعيد صحة وسعادة طيب نحن قبل ما نسأل عن مكانة وهمية إدارة حماية الصحة العامة نبغيت بس تعطينا شوي نرجع لنا في البداية تكلمت خطنا أسمى عن حملة أضبطي إيقاع قلبك فخلينا نبدأ عن حملة القلب اللي نفتتوها مؤخرا طبعا حملة أضبطي إيقاع قلبك هاي حملة سنوية نظمة هاي اتصحة بدبي مع مجموعة اللفطين هاي الحملة تهدف يعني يعني تستهدف السيدات وتهدف بقايتهم من أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال شو؟ من خلال أنه فيه هناك أنشطة معينة خلال شهر كامل في عدة مراكز تسوق هاي الأنشطة تحتوي على فحوصات المجانية فحوصات مثلا السكر ضغط الدم وكذلك الاستشارات المجانية وإذا كانوا يحتاجون مثلا أي فحوصات زيادة ممكن يعني هناك في أطباء مختصين متواجدين طول أيام الحملة طبعا مثل ما نعرف أمراض القلب والأوعية وهي يعني من أكثر يمكن أسباب الوفاة عالميا فبالتالي الحماية والوقاية منها ويد مهمة وخاصة العوامل الاختطار عوامل الاختطار أهمها أهمها يعني إرتفاع ضغط الدم عندنا إرتفاع الكوليسترول أو السكر وكذلك طبعا قلة ممارسة النشاط البدني والسمنة التدخين وكذلك عدم اتباع مثلا أنماط حياة صحية أو التغذية الغير صحية هذه كلها عوامل الاختطار تلعب أنها تزيد من الأمراض هذه الأمراض القلب والتي نعتبرها من الأمراض الغير سارية أو نقصد فيها المزمنة صحيح دكتور بدرين نتكلم عن إدارة حماية الصحة العامة أن الهيئة الهيئة يتضمن مثل هذه إدارة يعكس أولوية الوقاية من الأمراض والمشكلات الصحية كيف تنظرين الأهمية الوقاية مثل ما ذكرتي بعد ضبط يقع قلبك وجزء من أنواع الوقاية صحيح مثل ما ذكرتي هيئة الصحة دائما ما شاء الله تسعى لتحسين الحالة الصحية للإمارة وهذا الشيء اللي يعكس الهيكل الجديد أنه فيه إدارة مختصة بالصحة العامة هذا يعني يعطينا مؤشر أنه أهمية الصحة العامة يعني إحنا لما نتكلم عن الصحة العامة نتكلم عن وقاية مجتمع كامل صحيح عن تعزيز الصحة عن كيفية أن إحنا نهيئ هذا المجتمع نوفر له الظروف الملائمة يتبنى أنماط حياة صحية طبعا ليش؟ شو السبب؟ ليش إحنا مهتمين بهذا الشيء؟ لأن مثل ما إحنا دائما نقول ممكن مقولة متداولة الوقاية خير من الإلاج ليش؟ يعني هذه ما يتمن فراغ لأن فعلا لما يعني أنشطة وفعاليات أو حتى البرامج اللي تقوم بها الصحة العامة تهدف للتقليل من هذه الأمراض تهدف للوقاية من هذه الأمراض عن حمايتها حماية المجتمع أقصد من الأمراض اللي أو القضايا الصحية اللي اتواجها فبالتالي يعني إحنا إذا خذينا بعض الخطوات أو بعض البرامج هذه راح نقلل من الكلف اللي ممكن تتكبدها لمؤسسات الصحية صحيح راح بالدرجة الأولى قبل الكلف هذه أنه راح نحسن الحالة الصحية للسكان نقلل من عوامل الخطورة وبالتالي يعني ننعب مجتمع يعني صحي ونقلل من نسب الأمراض اللي متفشية سواء كانت سارية أو غير سارية صحيح تاريخ الصحة العامة كانت في برامج وايد يعني فعلا يعني سوى التغيير في تاريخ البشرية مثل ما نذكر المرض الجدري بالضبط مثلا كيف كان هو وباء متفشي كان كيف الوفيات فيه فالتطعيم يتبر سبل من سبل الوقاية قبل الإصابة المرض عشان يقلل تكلفة ويحسن مخرجات حالة الناس هذا تدخل من التدخلات اللي حاول تقلل وكذلك دائما نهاية الصحة دائما تسعى لهذا الاتجاه من خلال مثلا نذكر يعني البرامج الكشف المبكر عن السرطانات واللي بعض السرطانات وممكن العلاج منه يعني ونسب العلاج والشفاء منه نسب عالية إذا كتشفوا مبكر مثلا أو ممكن في منهم الوقاية منه يعني تكون مويد مجدية يعني مثلا عندنا البرامج الكشف الدوري الكشف الدوري عن بعض الأمراض المزمنة مثلا ضغط الدم مثل ما نعرف أنه من الأمراض اللي هو اللي مثلا ممكن الواحد ما يكتشف أو ممكن ما يحس فيه مثلا هكذا قاتل الصامت صحيح فهذا واحد من الأشياء السكري مثلا أو الكوليسترول يعني الأشياء الثانية اهتمت بعد اهتمام كبير ببرامج التطعيم صحيح البرامج التطعيم فيه عندنا يعني اللي ضمن الصحة المدرسية كيف أن نغطي فئة وايد مهمة في المجتمع عندنا وهي فئة طلبة المدارس صحيح ففي الأول والأخير نحن نرجع نقول الدور الصحة العامة لوقاية درجة الأولى وقاية وحماية المجتمع بأكملة من خلال هذه الأنشطة من خلال البرامج هذه اللي تهدف لتعزيز الصحة وبالتالي تبني مثل ما قلنا الأماط الحياة الصحية نحن بالنسبة لنا إدارتكم إدارة مهمة جدا بالنسبة للألام الصحي لأنها هي تركز على المحور الرئيسي اللي نسعالها دائما اللي هو الوعي والتثقيف الصحي لتغيير نمط الحياة الغير صحي عند الناس وذكرت أنت الأهداف اللي أنتوا تسعوا لها من خلال هذه الإدارة واللي هي أصلا في الأساس راح تقلل الكثير من الأمراض إن شاء الله وبالتالي تقلل من العلاج وبتساهم كذلك في أن الواحد ينعم بحياة صحية جميلة هنا في مسألة التثقيف ورفع درجة الوعي المجتمعي تجاه القضايا الصحية هذا الموضوع دكتورة مهما اشتغلنا نحن كهيئة الصحة بس وما كانت عندنا شراكات ما منوصل للناس للأمانة يعني يجب أن يكون هناك تكاتف جميع الجهات على رأسهم من أتكلم من ولي الأمر لين الجهات والمؤسسات الحكومية الأخرى أو حتى الجهات التي تعمل في القطاع الخاص فهي عملية تكاملية تماما يعني أبغي أشوف يعني أنت وين توجهاتكم في مسألة عقد هذه الشراكات تعزيز الشراكات هذه للمساهمة في عملية نشر هذا الوعي صحيح أنت ذكرت كلمة ويد حلوة يوم قلت أنه يعني عملية تكاملية وفعلا أنا حب بس أوضح للمستمعين أن التثقيف الصحي لما نقول نحن تثقيف صحي ما نعني فيه بس نشر معلومات الصحية لأن إذا أنا نشرت معلومات الصحية من غير وعي من غير تغيير في السلوك ما راح يعني أستفيد شي فالتثقيف الصحي هي عبارة عن نشر الخبرات نشر الأنشطة اللي تسعى لتغيير السلوك تغيير سلوك يعني الناس أو المجتمع بأكملة بحيث أنه يهيئ على تبني أنماط حياة صحية وهذا الهدف إحنا هدفنا من التثقيف الصحي ليس فقط نشر معلومات ولكن تغيير السلوك الصحي وطبعا تغيير السلوك الصحي هذا ليس مسؤولية شخص واحد أو فرد واحد لكن هي شراكة وكل الناس تشترك فيها كل الجهات سواء كان طبعا المسؤولية الأولى تقع على الفرد نفسه المسؤولية على الأسرة على المجتمع على المؤسسات وعلى كافة الجهات فنحن هنا توجهاتنا وتوجهات الهيئة الصحة في دبي كذلك أن عندنا بعض السياسات اللي تخدم الصحة العامة وتخدم بالذات بعد التثقيف الصحي هذه هاي السياسات كلها كانت نتاج عن يعني خبرات من كافة الجهات وكافة يعني الشراكات هذه شركاء لدينا شركاء استراتيجيين معانا في هذه السياسات اللي عساس أن نحن نقسم الأدوار في المجتمع يعني كل جهة شو الدور اللي المفروض تسوي بحيث أن نضمن أن عملية التثقيف وعملية تغيير السلوك الصحي تكون عملية مستمرة من الصغر لما الواحد يصل يعني مرحلة الشيخ وغيرها صحيح وغيرها نبحث عنها نشوف شو يعني سلبيات وإيجابيات بعدين يأتينا مرحلة التقييم كل شخص سبحان الله يعني يقعد يقيم هل هذا السلوك أنا مناصب لي أو غير مناصب لي صحيح هل هذا يعني شو إيجابيات أو سلبيات هذا السلوك بعدين يأتي مرحلة وغيرها مهمة هي مرحلة المحاولة فمرحلة المحاولة هاي أن الشخص هذا يحاول أنه يغير من سلوكه صحيح أو يتبنى سلوك اللي هو مقتنع فيه مثلا أو أنه يرفضها بالضبط صحيح هاي مرحلة تقييم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة اللي خلاص يتبع السلوك الصحي بالضبط أن الإنسان يتبع سلوك معين بشكل يعني حتى لو بدون وعي وتكون كعادة صحية بالضبط وأكيد دكتور بدري إحنا حتى دام الأطباء نركز على الوعي والتثقيف الصحي هو حجر الأساس في أي علاج كان يعني المريض علاجه أنا داما نقول 30% أدوية 70% هي ثقافة المريض وعية بالمرض ماله بمتطلبات المرض ماله وإذا كان المريض عنده وعي سهل كثير على الطبيب أنه يوصل معه لنفس الهدف ويوصل إلى علاج المناسب وإحنا ذكرنا شكتي المراحل الخمسة اللي إذا ذكرتها صحيح الصحة العامة تدخل في كل المراحل تدخل في البداية من نشر معلومات سواء كانت من المنشورات أو الحملات التوعوية وغيرها وتتبعد في نفس الوقت اللي هي عملية الاستمرارية في يعني أن نحن تكون هالمعلومات متوفرة هاي تخلي الإنسان يفكر يقيمها صحيح وكذلك في النهاية أن تبني السلوك نحن نوفر البيئة المناسبة شو هي أو الظروف المناسبة للإنسان أنه يستمر على هذا السلوك كيف مثلا مثل ما قلنا نوفر البرامج اللي هي مثلا البحث الدوري أو الكشف المبكر أو برامج التثقيف أو غيرها من البرامج مثلا وبرامجكم ما شاء الله يعني هذا واحد من أهم البرامج نحن دعمين لكم بشكلك يعني لا محدود دكتورة اللي تمرون عليه من خلال إدارتكم الموقرة نحن جاهزين لأي دعم لأنه بالفعل مثل ما قلتنا سابقا أنه تعزيز طرق الوقاية في المجتمع من خلال إدارة حماية الصحة العامة هذه مسألة ضرورية ونحن موجودين كذلك بجميع الأدوات الإعلامية المتوفرة لدهية الصحة وأيضا من خلال مؤسسة دبيل للإعلام كذلك رح نحاول نصل إلى أكبر قدر من التوعية الصحية نحن شكري دكتورة بدرية الحرمي تواجدت معا نتمنى لكم التوفيق وبتكون لقاءاتنا مستمرة معاك إن شاء الله بين فترة وفترة شكرا شكرا جزيلا طيب هذا مثل واحد ييتش دكتورة والله أنا رأسي عبرني عطوه علاج عندي صداء نصفية عندي كذا عطوه علاج قالوا له خذ هذا العلاج ووقف تدخين ووقف كذا العبرياضة سووا جذا وسووا جذا وسووا جذا وسووا جذا شو سوا من جذا كله ولا شي نزيل وبعده هذا الدكتور ما يفهم ها هو بيقول الدكتور ما يفهم هذا الدكتور ما يفهم ما جربت العلاج ما مشيت على الخطة العلاجية بعدين احكي مع الدكتور ترى احيانا لو الدكتور مو بعله مزاج المريض المريض ما يسمع من شي لازم مريض يروح للطبيب حتى اللي يقتنع فيه ترى ممكن كلين عنده نفس الخبرة بس المريض ما يكون مقتنع غير بطبيب واحد زينا ما عرفت شرب أدول أو شاي شرب أدول أو شاي هذا حق المصدى ما أدري بعد يمكن يستوي هذا يسبب صداع أكثر نحن يبنى صداع حق ناصر الحين ناصر يبني من نختم الحلقة فسامحونا يا جماعة الخير إن شاء الله نشوفكم في الغد إن شاء الله مواضيع جديدة كل الشكر لميرا اللي خفلي كانت معانا في التنسيق وهذه أيضا تحيات الدكتورة ند الملة شكرا لك شكرا لكم شكرا لناصر السليمي ومخرجنا للمبدع وهذه تحيات محدثكم حمود يوسف الألي وحتى نلغاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي